موسيقى واشنطن تعاقب طرفي الصراع السوداني والهدف منع أزمة طويلة الأمات مسؤول في الإدارة الأمريكية يتهم الطرفين باختراق الهدى والاعتداء على المستشفيات ويحذر من جماعة البشير السعودية وأمريكا تعريبان عن قلقهما من انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع لإعلان جدة بدعم روسي خطط إيرانية لطرد القوات الأمريكية من سوريا أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة تمتد على مدار الساعتين نناقش فيهما أهم أخبار اليوم نفذت واشنطن تهديدها لطرفي الصراع في السودان اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات بحق الأطراف الذين يمارسون العنف في السودان وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع أي الجيش وقوات الدعم السريع مستشار الأمن القومي في البيت ربيا جاك سيلفان في بيان قال إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل مأساة ينبغي أن تتوقف مشيرا إلى مواصلة فعل كل ما بوسع الولايات المتحدة لمنع طول أمد الصراع وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم إضافة إلى مسؤولين سابقين في نظام عمر البشير وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات السودانية في قطاعة الصناعة والدفاع والتسلح وشركات تدير مناجم الذهب المترجم للقناة وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكنها أن تتخذها لتوضيح وجهة نظر واشنطن حيال أي زعماء يقودون سودان في الاتجاه الخاطر في السودان وقف إطلاق النار هشون للغاية هناك مخاطر كبيرة تحيط بالسودانيين وما زلنا بعيدين جدا عن التوصل لهدنة حقيقية وهذا ليس من مصلحة أحد هذا العنف يجب أن يتوقف ونحن نرقب ونعرف أن الطرفي الصراع انتهكا التزاماتهما وهذا لا يجب أن يمضي بدون حساب ننظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطر إذن قال إلى جانب ذلك قال المسؤول الأمريكي إن أي من الطرفي الصراع في الداخل السوداني يجب أن يبقي طرف الحوار إذن قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية ضد السودان إذا وصلت الأطراف تدمير بلدها وأشار المسؤول الأمريكي أن ثمت قلق من إطلاق صراح الكثير من فلول نظام البشير خلال العنف وأن يشكل ذلك تأثيرا سلبيا على حل الصراع إلى جانب ذلك قال المسؤول الأمريكي إن أي من طرفي الصراع في السودان لم ينسحب من محادثات السلام في جدها في بيان الخارجية السعودية أعربت السعودية والولايات المتحدة عن قلق إمام من الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار بالسودان وأضاف البيان قلقون من انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع لإعلان جدة معتبرا أن الانتهاكات في السودان أضرت بالمدنيين وبإصال المساعدات لهم وأضاف بمجرد أن تنضج جدية طرفي الصراع سنكون مستعدين لمناقشة حل تفاوضي كما حث البيان الطرفي الصراع بالسودان على الالتزام بجدية ووقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية لحماية المدنيين قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن منافذ المساعدات الانسانية في السودان ما زالت محدودة مع تزايد ما وصفتها بانتهاكات حقوق الانسان وأضافت المفوضية في بيان أنها لا تزال تعمل مع شركاء من أجل تقديم المساعدة الضرورية كلما كان القيام بذلك آمنا وأشرت المفوضية إلى أن ما يقدر بنحو 150 ألف لاجئ غادروا الخرطومة حتى الآن ودعت المفوضية إلى احترام ووقف إطلاق النار حتى يتمكن الأشخاص المحاصرون في مناطق نزاع من الانتقال بأمان وتقديم المساعدات الانسانية وفيما يتعلق بدارفور قالت المفوضية أن الوضع هناك متدهور وأن السكان يعيشون في ظروف مسرعة طبعا بيضنا انحرجا طبعا الحاجات ما كنا ضاعا داري مساعدة دعم السريح حرجنا وضربنا اندين حالتنا خصوا حالتنا شوف حالتنا نور هنا تصور هنا دلق اطفالنا عيانين عايزة فسكرة للخاهرة يعني أنا عندي أربع بنات ما عايزة أقعد هنا لأنه ما في ولا في مرتبة ولا في فرشة ولا في أي شيء حتى نعزم نحن في الواطع يعني ما عندنا أي شيء بنا نوم فيه حالة الصعبة الشديدة داري نطلع برنا بس لأنه أطفالنا صغار بيوتنا انتهت تدمرت ما عندنا مكس وإثنا بنتحدث حتى المفروض تتوفر حاليا بس العلاجات أهم حاجة يعني عندنا ففي أطفال في ناس كبار هنا بتمنى أن تتوفر بس العلاجات في مشاكل في المراكز أنه هي أكبر مشكلة هي مشكلة الاسترفة السهل في المراكز العربة تقريبا وفيه برضو مشكلة الأدوية فيه ندام للأدوية في المراكز حسب القلمة السميناء من المشرفين في المراكز من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض مرحبا بك أستاذ عمار أسألك عن مسألة الهدن حتى اللحظة لماذا لم تثبت بين قوات الدعم السريع والجيش واضح كالقوات الدعم السريع والجيش السوداني رؤيتهم للتفاوط أو الذي يريد أن يحققوه من خلال التفاوط لا أعتقد أنه واضح أنه نفسه الذي يتوقعه الوسطى من أي عملية التفاوط بالتالي ظهرت هذه الأفعال التي كانت تجري في الأيام الماضية إذا كانت انتهاكات أو غيره الآن هناك قوة تضغط على قيادة الجيش السوداني وعلى الجيش السوداني باعتبار أن يجب تحقيق أكبر غدر ممكن لتأمين السودان من عدم تكرر هذه الأحداث وبعض الناس أصبحت لديهم عدم ثقة فيما يتعلق بالمحادثات الممارسات أيضا التي تقوم بها قوات الدعم السريع من انتهاكات محاولة اكتساب أراضي جديدة الاعتداءات النهبي غير كل ذلك شكل أجواء غير مواتية للوصول لاتفاق يغضي بانتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار يعتد به وحتى نكون منصفين أيضا على الجهة الأخرى غوات الدعم السريع أيضا لديها رؤى وتصورات وغيره لكن المهم الآن عزيزي حسين ليس هو لماذا فشلت المحادثات بقدر ما المهم هو الآن بعد أن علغت الولايات المتحدة وهذا أمر أشعر تجاهه كمواطن سوداني وكمراغب وكإعلامي عربي أو غيره بخطورة كبيرة تجاه هذا الأمر تعليق المحادثات من الولايات المتحدة واستخدام سياسة الحظة بوضع عقوبات على الجيش وعقوبات على الدعم السريع لا أعتقد أن هذه المقاربة يمكن أن تقود لوقف إطلاق نار شامل صحيح حتى يكون أهلنا في السودان واعين بكل هذه التطورات الولايات المتحدة وإخوتنا في المملكة العربية السعودية سلموا الوفدي السودان جملة من الخطوات التي يجب اتخاذها وفي حال اتخاذ هذه الخطوات ستعود السعودية والولايات المتحدة لدعوة الأطراف للجلوس ورعاية محادثات دون ذلك سيكون ليس هناك محادثات ما هو الوجه الآخر لهذا الغرار الوجه الآخر هو سيد نعم هذا السؤال الوجه الآخر وفيما إذا كانت من الممكن أن تدخل مبادرات أخرى علما بأن المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة لم يطرحا نفسيهما وسيطا الآن هما يساهلان مسألة الحوار الآن من الممكن أن يدخل الاتحاد الأفريقي أو أن الطرفين يرجعان إلى مسألة تسهيل الرياض وواشنطن للحوار بينهما إذا التزم الطرفان ستعود الرياض والسعودية أي مغاربات حتى يكون أهلنا في السودان أيضا والذين يشاهدوننا على امتداد المعمورة على درجة واحدة من المعلومات أيضا الاتحاد الأفريقي هناك جهود لا ننقر ذلك يقوم بها منظمة إيقات المبعوثين الثلاثة سلفكير ويليام روتو عمر قيلي في جبوتي هناك تحركات محمومة يقوم بها السيد النايب مالك عقار التقى كينيا والتقى أمس الرئيس موسيفيني وقبلها رئيس جنوب السودان سيكون بعد قد في الغالب هناك اتماع في الاتحاد الأفريقي لإجازة الخارطة الطريقة التي تتعلق بالسودان سيكون هناك ايضا اتماع في جبوتي يوم ستة في الأسبوع الغادم كل ذلك جهود أفريقية بالموازاة لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ما لم تجد له حل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بكل السغل الذي يمثلونه في المنطقة أو على مستوى العالم أي داوت أنه يكون هناك شخص آخر يجد فرصة للوصول لحلول ربما تطويل للأزمة نعم إذا كان هناك أي أطراف دولية أخرى تريد أن تأخذ الملف من الرياض أو من جدة أو السعوديين رفعوا أيديهم من هذا الملف علينا سنأتي على هذه النقطة فيما إذا كانت بالفعل هناك أطراف تريد هذه النقطة يا سيد عمر ولكن الآن العاجل على شاشة الحدث نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يدعو القوى السياسية للتوحد من أجل وقف الحرب في أي إطار تأتي هذه الدعوة وفيما إذا كان كلام الرجل من الممكن أن يسمع من بعض الأطراف الداخلية السودانية الآن يجب أن يسمع لأن هذه فرصة أخيرة وهذا جهد سوداني الجهود السودانية أفضل من أي جهود أخرى هذا معروف في كل النزاعات أهل النزاع إذا توجهوا لإيجاد حلول بل إضافة لشخصية مالك عقار التي لديها احترام لتاريخ النضال الطويل العلاقات في أفريقيا شاهدناه في أغلى من أربعة أو خمسة أيام التغى جل الرؤساء الذين لديهم تأثير على الأزمة لكن صحيح هناك نقص الغادرين على التمام من الغوى السياسية السودانية التي اكتفت بموقف في تغدير الشخصي أعتقد أنه موقف سلبي لا يقدم مبادرات ليس فيه السخة بالنفس يتطلع دائما إلى حلول تأتي من جهات أخرى يراهن على بندقية من هي التي أطول والتي يمكن أمططيها ولا يراهن على إخفاط هذه البنادق هذا حديث مر يجب أن يسمعه القادة السياسيين السودانيين في ظل هذا الموقف الذي فيه تغديري يرونه هم موقف آمن بالنسبة لهم غير المنافع الآن أستاذ عمار تقول بأن حيادا من بعض الأطراف التي كانت تسوق لنفسها على أنها في سدة المشهد في مقدمة المشهد الآن هي تقف على الحياد هذا الحياد غير مرحب به من السودانيين نعم السودانيين يشعرون بأن هذا الحياد على أقل تقدير حتى لا أكون أتحدث بشكل مطلق عدد كبير من السودانيين يعتقد أن الطريقة التي اتخذتها القوى السياسية للتعامل مع هذه الأزمة عبر هذا الحياد هذه الطريقة سلبية ولا تليغ بقوى سياسية سودانية أحرزت استغلال في العام 1956 الآن تدور الحرب في الخرطوب لا للحرب لا للحرب هذا ليس مجي أنت قياد سياسي تطرح نفسك للناس كيف يكون هذا موقفك يجب أن يكون لديك مبادرات وحلول وتحركات ولكن لا أن تنتظر أن تنتهي المعركة وتعوم على عوم منفاس في هذه المعركة هذا لا يليغ عموما على أهلنا في السودان أن يعلموا أن الفترة القادمة ستكون صعبة جدا في ظل توقف هذه المحادثات في ظل ذلك يعني أن العمليات ستستمر ذلك يعني أن النهب سيستمر كنت أتحدث الآن مع أصدقائنا في مدينة الأبيض الآن الولايات المتحدة أصدرت بيان تتحدث عن نهب كبير لمخزون منظمة الغذاء العالمي نهب الذي كان يجب أن يأكله الجوعة هذه الحرب في الخرطوم إذا لم ينتبه أولا السياسيين السودانيين وقادة الإغليم ستكون حرب وغدا تقول يا حسين عمار غال ذلك أن الناس تقاعسوا وأن الحرب التي ستدور في السودان ستكون أفضع من الفضائع التي دارت في سنترال أفريكا من قوات السلكة والأنتبلاكا ستكون أسوأ من طالبان عندما استسوأت مليشيا طالبان على ذلك الوضع في ذلك ستكون أسوأ من مناطق كثيرة جدا حدثت فيها نزاعات لأن طبيعة الأزمة في السودان مركبة فيها جزء عرقي فيها جزء اقتصادي فيها جزء سيازي فيها رغبات من دول إغليمية وغبلي واقتصادي نعم ناستعرف في الداخل السوداني عسى لا تكون كذلك من القاهرة أشكرك الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ عمار عوط إذن نتابع مشاهدينا قبل قليل نبقى مع المشاهد التي تعرض لرئيس الأمريكي تعرض الرئيس الأمريكي لحادث سقوط خلال مشاركته بتخرج طلاب من القوات الجوية إذن نتابع مشاهدينا إذن مشاهدينا قبل قليل تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسقوط خلال مشاركته في تخرج طلاب من القوات الجوية إذن نتابع هذا المقطع وهذه المشاهد التي وصلتنا قبل قليل إذن التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني بتهمة الضلوع في اغتيالاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا نريد إلا حقا هو العيش الكريم والحياة الكريمة اللي سعي لها مرحبا الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصابر دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي ماذا يحدث؟ لا 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 يقومون بضرب المصور نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحكمون السلح من منعكم من التصوير؟ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج عملاء إيرانيين على قائمة العقوبات لتورطهم في مؤامرات اغتيالا في أمريكا وفي خارجها وضافت البيانات للخزانة الأمريكية أن الأشخاص المعنيين بالعقوبات يتبعون الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف أشخاصا شاركوا في مؤامرات اغتيالا ضد مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية ومواطنين مزوجي الجنسية ومعارضين إيرانيين وذكر البيان أن العقوبات طالت ثلاثة أفراد في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من كبار المسؤولين في استخبارات الحرس الثوري شاركوا في التخطيط لعمليات ضد صحفين ونشطاء نشرت واشنطن بوست مواصفته بالوثائق السرية المسربة التي تشير إلى أن إيران شرعت في تسليح ميليشيات موالية لها في سوريا تحسبا لمرحلة جديدة من الهجمات ضد القوات الأمريكية وقالت واشنطن بوست أن إيران تعمل مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأمريكيين من المنطقة وثائق الواشنطن بوست تذكر أن إيران دربت ميليشيا موالية لها على زرع قنابل خارقة للدروع لاستهداف المركبات العسكرية الأمريكية وأن الغاية من هذا التدريب هو تنفيذ هجمات ضد الأمريكيين في شرق وشمال شرق سوريا وذكرت وثائق الواشنطن بوست أن وثائق المسربة وذكرت بأن مسؤولين في فيلق القدس الإيراني ساعدوا الميليشيات على تصميم القنابل الخارقة وعلى كيفية استخدامها وأشارت إلى أن فيلق القدس حدد على وجه تحديد عربات هامفي وكوغار الأمريكية في سوريا كأهداف مقصودة للميليشيات ترجمة نانسي قنقر من موسكو ينضم إلينا المحل السياسي أندريا أونتيكوب من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق من طهران المحل السياسي محمد صالح صديقيام من واشنطن حسين عبد الحسين البحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مرحبا بكم جميعا أبدأ من عندك سيد أندريا لأسأل ما علاقة موسكو بالتهديدات التي تصل للقوات الأمريكية العاملة على الجغرافية السورية والتي يصفها سوريون موالون للحكومة السورية بأنها قوات محتلة أو محتلة سيد أندريا نعم الآن نسمعك نعم الآن نسمعك أنا يمكن أن أقول بأن أولا نحن لا نعلم صحة هذه المعلومات في وصائل الإعلامة الأمريكية ولكن بشكل عام أنا يمكن أن أقول بكل صراحة أن روسيا تحتم بطرد الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا على القوات الأمريكية من سوريا بسبب أن على ما يبدو هذا التواجل العسكري الأمريكي هو حاليا عيق الرئيسي عمام تواصل لحل هذه الأزمة نهائيا فلذلك أنا أعتقد أن قد تكون هناك دراسات حول كيفية تواصل إلى هذا الهدف طبعا لن تكون هناك مشاركة مباشرة لروسيا وعلى ما يبدو لكل منه إيران وسوريا في مواجهة مع القوات الأمريكية بأسباب واضحة لما يبدو للجميع ولكن في نفس الوقت أنا اللي أستعبد بأن سيكون هناك تشغيل لما يصام بالمقاومة الشعبية أو حتى يمكن أن نصامهم كفدائيين بارتزان غيرهم لتشكيل الظروف التي ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية لكي تنصاحب من سوريا طيب أسألك أستاذ عبد الحميد توفيق مسألة هذه القوات ومسألة طريقة التعامل معها في المستقبل من قبل الحكومة السورية كيف يمكن إقناع واشنطن بأن وجود هذه القوات خطر على هذه العناصر وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعامل مختلف هذه المرة مسألة خير لك أستاذين ولضيوفك الكرام والأستاذ المشاهدين أهل المسألة لابد من النظر إلى هذه المسألة بأنها ليست ذات طابع سياسي مسألة الإقناع الأمريكيين بأنهم قد يصبحون في دائرة الخطر وأنهم في حالة خطر هذا حقيقة عنوين فضفاضة لا تجد على أرض الواقع أي إمكانية لتطبيقها وتنفيذها الأمريكيون يحتلون ويديرون مشروعا في شرق الفرات وتواجدهم ليس ووجودهم ليس في شرق الفرات فقط وإنما باتجاه الحدود العراقية السورية من جهة الشمال الشرقي ويوجدون أيضا في قاعدة التنفة التي تقع أيضا على المثلث السوري الأردني العراقي في أقصى الجنوب الشرقي وبالتالي أعتقد بأن هذه المسألة لا تعني عنوين وليست ذات طابع جدي حينما تكون تحت العناوين على أرض الواقع من الواضح بأن المصالح المشتركة السورية الروسية الإيرانية ولا أستبعد التركية ولكن الثلاثي الروسي الإيراني السوري باتت مصالحه مشتركة على الأقل ببدء زعزعة هذا الوجود ببدء إرسال رسائل ببدء إعطاء الإشارات على أن هذا الوجود وجود محتل ولا بد أن يكون له نهاية على الأرض السورية هذا من جانب وهذا أيضا من حيث النظرية من جانب التركيا أعتقد بأن الأتراك أيضا لا ينظرون بارتياح إلى الوجود الأمريكي وتحديدا في شرق الفرات لأنهم يغطون ويرعون جماعات حزب العمال الكردستاني وقسد التي تعتبرها تركيا إرهابية وتهدد أمنهم القومي من حيث المجمل أعتقد بأن الوجود الأمريكي في منطقة شرق الفرات الجغرافية تلعب دورا كبيرا في هذا الإطار وحتى في التنف بسبب الامتداد الصحراوي والخط الذي وضعه الأمريكيون عمليا إذا ما صدقت ما قالته الواشطن بوست فأعتقد بأن هذه المسألة ربما تبدأ بخطوات مشاغلة أولا ولا يمكن أن تكون بنتائجها ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة أستاذ حسين لهذا التهديد إن صحة المعلومات كما قال أستاذ عبد الحميد يبدو بأن تدريبا لميليشيات على الأرض السورية من أجل استهداف هذه القوات مساء الخير في الماضي حاولت القوات الروسية والقوات التابعة لنظام الأسد حاولت استهداف القوات الأمريكية أو حاولت شن هجوم على قاعدة أمريكية وقامت القوات الأمريكية بتصدي لها وأعدتها من حيث أتت السبب أن هذا القتال يختلف عن ما يسمى بالمقاومة الشعبية أو قتال المدن لا توجد مدن القوات الأمريكية ليست منتشرة في مدن ولا تسير دوريات هي متواجدة في قواعد بعيدة نسبيا عن الأماكن السكانية المقتضة وموجودة في أماكن صحراوية تقريبا وفي الصحراء لا يوجد مكان للاختباء لأي نوع من المقاومة الشعبية ما يعطي الأفضلية للقوة أو التفوق الناري الأمريكي لذلك لا أعتقد أن هناك خطر داهم ولكن طبعا هناك استعدادات أمريكية دائمة هناك أمكانية إطلاق صواريخ كما تقوم بذلك الميليشيات الموالية لإيران في العراق وأحيانا في سوريا هذا النوع من الأخطار الدرون المفخخة ولكن لا أعتقد أنه هي أخطار تجبر الأمريكيين على الانسحاب أعتقد أنه يمكن للعلاد المتحدة السيطرة على ذلك من دون أن يتحول هذا إلى عنوين عريضة في الإعلام الأمريكي كما حصل في حربي العراق وأفوانستان متى تنتهي الحرب بالوكالة أستاذ محمد صديقيان ما بين طهران وواشنطن؟ طبعا خارج جغرافيا إيران دعني أشير أولا إلى أن المعلومات التي أوردتها لواشنطن بوست لم يتم التأكد منها لا من الجانب الإيراني ولا من الجانب الحكومة السورية حاليا هذه النقطة النقطة الثانية يجب علينا أن نتذكر بأن هناك غرفة عمليات مشتركة سورية، إيرانية، روسية في داخل الأراضي السورية لقيادة العمليات لمواجهة الحركات الإرهابية هناك نقطة ثالثة أن اجتماعات حدثت عقدت اجتماعين على مستوى وزراء الدفاع بين أربع دول هي روسيا أو أربع دول مسار أستانة المتشكل من تركيا وإيران وروسيا بالإضافة إلى سوريا اجتماع على مستوى وزراء الدفاع واجتماع ثاني على مستوى وزراء خارجية وبالتالي النقطة الرابعة إذا صح التعبير هذه غرفة العمليات المشتركة الروسية، الإيرانية، سورية تنظر إلى وجود القوات الأمريكية ووجود القوات التركية أيضا على الأراضي السورية بأنها وجود غير شرعي وبالتالي هي لم تأخذ موافقة من الحكومة الشرعية السورية والسورية وإيران وروسيا تعملان من أجل جلاء هذه القوات الآن هناك محادثات تمت كما قلت على مستوى وزراء الدفاع ووزراء الخارجية ربما يحصل لقاء بين أردوغان بعد الانتخابات تشكيل الحكومة التركية ربما يحصل لقاء وهذا ما يريده الروس والإيرانيون لقاء بين رجل طيب أردوغان ورئيس السوري بشار الأسد إذا ما تم ذلك كان يعتقد بأن هناك الكثير من القواعد للشباك سوف تتغير داخل الأراضي السورية يبقى التواجد الأمريكية التواجد الأمريكي حقيقة الأمر لم يفهم لحد الآن لماذا يتواجد الأمريكية أو القوات الأمريكية في شرق الفرات وفي جنوب سوريا أن يعتقد بأن إذا تمت تسوية الخلافات بين سوريا وتركيا عند ذلك تكون القوات الأمريكية في موضع حرج يجب على الجانب الأمريكي أن يحدد موقفه من هذا التواجد وما هي الأسباب التي تجعله يستمر في تواجده في داخل أو على الأراضي السورية الضيوف الأكارم تفضلوا بالبقاء معنا سنحاول تسليط الضوء على توزيع القوات الأمريكية في سوريا وطبيعتها ونعود إلى النقاش خضع الوجود العسكري الأمريكي في سوريا للكثير من التغيرات الميدانية والجغرافية تبعا لظروف عدة وقبت المشهد السوري المتقلب طوال فترة الأزمة منذ أكثر من عقد بدأ انتشار القوات الأمريكية في سوريا عام 2014 بدريعة هدف معلن وهو تنفيذ عملية عسكرية ضد داعش وفي 2015 تشكلت قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات بإشراف ودعم من القوات الأمريكية بهدف محاربة داعش مجددا والقضاء عليه ورغم المعلومات الضئيلة عن حقيقة انتشار القوات الأمريكية وعددها إلا أن التقارير تشير إلى 24 قاعدة عسكرية توجد اليوم على أرض سوريا تضم أكثر من 2000 جندي بحسب التقديرات العسكرية غير الرسمية في أقصى شمال شرق سوريا تقع قاعدة أرميلان وهي مطار زراعي يقع جنوب شرق مدينة أرميلان بريف الحسكة وفيها ما يقرب من 500 جندي أمريكي وليس بعيدا عن قاعدة أرميلان مشاهدين تقع قاعدة المالكية وهي جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة يبلغ تعداد المقاتلين داخلها حوالي 150 جنديا وعلى بعد كيلو متر واحد من الجنوب الشرقي من مدينة الشداد النفطية في الجزيرة السورية تقع قاعدة الشداد وهي مجهزة بالكامل لإطلاق المسيرات وتضم بحسب التقارير ما يصل إلى 350 جنديا أمريكيا وفي مناطق النفط السوري أيضا تقع إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا وتحديدا بريف دير الزور والتي تحمل اسم قاعدة العمر تحتوي على 12 عشرة مروحية قتالية دون معرفة عدد العناصر فيها وعلى حدود مشتركة بين ثلاث دول عربية هي العراق والأردن وسوريا وتحديدا في منطقة البادية تابع لمحافظة حمص سوريا أقامت واشنطن قاعدة استراتيجية لها في التنف هي الأكبر ويعتقد أنها تضم ما بين 100 إلى 200 جندي أمريكي وهذه القاعدة تهدف لمراقبة معبر التنف الحدودي بالإضافة لضبط الحركة العسكرية في المنطقة وتدرر فيها فصيلا سوريا معارضا للحكومة السورية ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم جميعا من جديد ضيوف الأكارم وأعود بالحوار إلى السيد أندريا أنتكوف لأسأل فيما إذا كانت روسيا منزعجة من وجود هذه القوات الأمريكية لأن دمشق لم تطلب بشكل رسمي وجود هذه القوات أو أن الخشية على النفوذ أو مسألة وجود أمريكا في مناطق تعتبر غنية بالنفط روسيا كذلك تبحث يعني ليس في الساحل تبحث عن نفوذ كامل على جغرافيا سوريا أنا أعتقد أن لا توجد هناك علاقة ولا بالنفط ولا بالنفوذ الأمريكي المشكلة مختلفة تماما فهو أن الولايات المتاهلة الأمريكية تبارر توجه العسكري في سوريا بمكافة الإرهاب ولكن عمليا أمريكا تشجع تحركات الانفصالية في صفوف الأكراد فطبعا هذا قد أو يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جذرية في الشرق الأوسط بشكل عام بسبب أن التصور لو نجحت الولايات المتاهلة الأمريكية في تفكيك سوريا وإنشاء ما يصام بالكيان الكردية الدولة الكردية فبطبع الحل من سيكون التالي الكل يدرك تماما مثلا في العراق أجري هناك الاستفتاح حول الاستقلال لكردستان العراقي كذلك تركيا ستكون تحت تهديد إيران أيضا تتواصل موسكو مع القوات التي تستضيف هذه القوات الأمريكية سيد أندري قوات سوريا الديمقراطية هي المستضيف للقوات الأمريكية عفوا سيد لم أسمع السؤال تتواصل موسكو مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي هي تستضيف القوات الأمريكية هي على الجغرافة التي تسيطر عليها هذه القوات فيما إذا كان هناك رأي يقدم من قبل قوات سوريا الديمقراطية لروسيا عن وجود هذه القوات بطبيعة الحال الحوار بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية موجود ولكن نحن نعلم أن في نهاية المطاف تعويل الرئيسي لأداء الأكراد هو على الولايات المتحدة الأمريكية ونحن أيضا نعلم أن تم إنشاء ما يصام بالكيان الفيدرالي المنطقة الفيدرالية في شرق الفراط من قبل الأكراد وهي الخطوة الأولى يمكن أن نعتبره كالخطوة الأولى باتجاه الاستقلال بغض نظر عما يقوله الأكراد في تصريحاتها الرسمية بأنهم لا يزالون تحت أو ضمن الدولة السورية وغيرها من التصريحات نحن نعلم أن في نهاية المطاف يوجد هناك تشجيل لتحركات الانفتصالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فهذا السبب الرئيسي ما يخلق روسيا خلال هذا التواجد العسكري الأمريكي ماذا يا أستاذ عبد الحميد سعود إليك سيد أندريك نعم أستاذ عبد الحميد ماذا عن طريق التعامل للحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية المستضيفة لهذه القوات الأمريكية سواء بعلم دمشق أو بغير علمها سواء بموافقتها أو غير ذلك بداية هي لم توافق ولا ترغب أصلا بهذا الوجود الأمريكي في تلك المنطقة العلاقة السورية مع مجموعات قسد ليست جديدة وتعود إلى عقود من الزمن ذات طابع بدوافع ايديولوجية وأخرى ذات مصالح مشتركة تقاطعت في الثمانينات والتسعينات وحتى في الفين وبالتالي الآن المجموعات الكردية والإدارة الذاتية أو قسد الموجودة في شرق الفرات تواصلت مع الجانب السوري مع الحكومة السورية وكان هناك تواصل مع الروس أيضا التقى والروس كثيرا مع الممثلي قسد في مطار القامشلي وكذلك في مقر إقامة مظلوم عبدي المحمية الأمريكية أيضا في الجزيرة السورية أو في شرق الفرات ولكن كانت المشكلة هو أن عدم القدرة الروسية على إقناع الجانب الكردي أو قسد على بلورة قواس مشتركة مع الحكومة السورية الحكومة السورية لم تقطع مع قسد هذا التواصل ولكنها كانت دائما تعتبر أن الظل والظلال الأمريكي التي تخيم على هذه المنطقة وعلى القسد ما هي إلا مشروع انفصالي الجانب الكردي وقسد دائما أكدوا على أنهم لا يبتغون الانفصال وقدموا عدة طروحات ولكنها لم تكن تلبي الرؤية السورية وتحديدا فيما يتعلق بوجود وضرورة وجود هذا المكون الكردي كمكون اجتماعي وسياسي وحزبي ضمن المكونات السورية كاملة أنا أعتقد بأن التواصل بين دمشق وبين قسد وقادة قسد محكوم بالعامل الأمريكي أولا وآخيرا اليوم لا بد من النظر إلى أن المطالب والمطلب التركي الأول والعنوان الرئيسي الذي تتشدد فيه أنقرة فيما يتعلق بمراحل التطبيع مع سوريا هو مكافحة الأرهاب وتعني أنقرة هذا الحصر الممثل بقسد وما يضمه من حزب العمال الكردستاني وبالتالي أعتقد بأن دمشق لا تريد لم يحدث هناك صدام مع قسد بين الجيش السوري وقسد حتى الآن ولكن لا تريد أن تذهب إلى هذا المضبار لسببين وباختصار الأول أنها لا تريد أن تفتح مثل هذه الجبهة وهي ليست ثانيا هي ليست قادرة على أن تكون في مواجهة مع الأمريكيين الذين يغطون مثل هذا الوجود الكردي في تلك المنطقة طيب العلاقة ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية مرتبط بوجود هذه القوات أستاذ حسين عبد الحسين أو بمعنى آخر ما مستقبل القوات الأمريكية الموجودة وإن كان عددها قليل ولكن قواعد كثيرة هي الآن يعني بحسب العرض الذي قدمناه قبل قليل السبب الأول والرئيسي لانتشار القوات الأمريكية على الرغم من ضآلة عددها في منطقة شرق الكورات هو لمنع عودة تنظيم داعش إلى الحياة طبعا أنه لو كانت الحكومة السورية أو القوات الأخرى سيطرت على هذا الموضوع قبل أن تدخل الولايات المتحدة لما كان هناك سبب لوجود الولايات المتحدة ولكن نحن نتذكر أنه رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي وهو اليوم حليف الأسد ولكن في الماضي ذهب إلى الأمم المتحدة واشتكى أنه بشار الأسد يرسل الإرهابيين عبر الحدود السورية العراقية ويقومون بتفجيرات في العراق فإذن هناك مشكلة إرهاب كان ينطلق من داخل سوريا ثم وصل إلى العراق وصار تنظيم داعش واضطرت الحكومة الأمريكية للعودة بعدما كانت غدرت عراق تماما في العام 2012 عادت تماما في العام 2014 لمحاربة داعش ومنع عودة داعش القوة البشرية والمقاتلة الموجودة في هذه المنطقة هي قصد هذه المجموعات الكردية لذلك الولايات المتحدة لم تختر أن هؤلاء هم الحلفاء لتناكف تركيا أو لتناكف أي حليف آخر أو غير حليف في المنطقة وإنما هذه هي القوة الموجودة وهذه القوة أبلت بلاءا حسنا أصلا في قتال داعش ثم ملاحظة أخيرة مثلا لو نظرنا إلى أبو بكر البغدادي أو خليفته أو خليفية خليفة أبو بكر البغدادي كل هؤلاء قضت عليهم الولايات المتحدة بمساعدة هذه القوى الكردية ولم تنجح أي من لا إيران ولا الميليشيات الموالية لها العراقية والسورية ولا الأسد ولا تركيا ولا حتى روسيا لم تنجح في القضاء على أي واحد من هؤلاء القادة لداعش أو الكوادف داعش لا تركيا أعلنت قبل الانتخابات بيوم أنها قضت على قيادي أستاذ حسين قبل الانتخابات بيوم يعني بالعدد لو قارننا العدد الذي قضت عليه تركيا بالعدد الضخم الذي قضت عليه الولايات المتحدة لا تضح أنه لو لا الولايات المتحدة لكنا ما نزل نعاني من هذه القيادات المتطرفة يعني لداعش وغير داعش في هذه المنطقة طيب أستاذ محمد مسألة وجود القوات الأمريكية يعني ألا يرافقه كذلك وجود قوات يعني جاءت إلى الداخل السوري بطريقة أيدولوجية مثلا بعض الميليشيات التي يعني غير منضبطة في الداخل السوري في بعض المناطق هناك ميليشيات غير منضبطة جاءت بأيدولوجية وذهنية تشبه ذهنية التنظيمات المتطرفة داعش أو غيرها جبت النصر يعني دعني أشير إلى أن هناك قوات أجنبية على الأراضي السورية هذا صحيح جدا لكن علينا أن نفرق بين نوعين من هذه القوات قوات جاءت بطلب من الحكومة السورية الشرعية وهذه القوات جاءت سواء كان الجيش الروسي مسشارين إيرانيين قوات شعبية متحالفة مع الحكومة السورية هذه جاءت بطلب وبرضى الحكومة السورية الشرعية وجودها على الأراضي السورية هي وجود شرعي بتنسيق مع الجيش السوري ومع الحكومة السورية هناك قوات أيضا هي جاءت على الأراضي السورية عملت على إنشاء قواعد عسكرية حمت متطرفين وإرهاب وانفصالين ومع شكل ذلك وعلى رأس هذه القوات هي القوات الأمريكية وبالتالي القوات الأمريكية هي كما تفضلت هي محمية من قبل قسد وقسد هو حزب العمال الكردساني ولكن أستاذ محمد أنت تعرف بأن ثمت عناصر على الجغرافية السورية يشبهون في تصرفاتهم وإن جاءوا بعباءة أو ببدلة عسكرية كما تقول لي أنت هم يدافعون عن مقام السيدة زينب وآخرون جاءوا متطرفون يدافعون عن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكلاهما يتقاتل والدم السوري هو يدفع الثمن يعني الأيدولوجية هي من شاعت الآن في الأرض السورية أستاذ صالح دوافع المستشارين الإيرانيين دوافع الجيش السوري دوافع هذه الجيش السوري بمعزل عن هذا الموضوع أستاذ محمد الجيش السوري بمعزل عن هذا الموضوع ميليشيا زينبيون ميليشيا فاطميون هذه الميليشيات التي ترفع رايات طائفية أليست تشابه من يرفع رايات متطرفة من داعش والنصرة هذه هي الأماكن المستهدفة في سوريا عندما كان ريف دمشق مستهدف من قبل الإرهابيين ومن داعش ومشاكل ذلك هذه القوات جاءت من أجل الحفاظ على الأماكن المستهدفة من قبل الجانب الآخر من قبل داعش والمتطرفين والإرهابيين والقوى الإرهابية وبالتالي أعتقد أن من جاء الدفاع عن هذه الأماكن هو جاء من أجل الوقوف أمام تحديدات وجهت إلى هذه المراكز من أجل الحفاظ عليها وبالتالي أعتقد أن هناك أماكن مستهدفة في سوريا الجميع من جاء إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية وبرضى من الحكومة السورية هو جاء للدفاع عن الأماكن المستهدفة في داخل الأعراض السورية لأن أنت تريد أن تسميها أيديولوجية وربما يكون هذا صحيحا أيضا لكن بالتأكيد هذه أماكن وهل تعتقد يا أستاذ محمد بأن الحكومة السورية عندما طلبت مساعدة إيران هي لحماية مقام السيدة الزينب مثلا بميليشيا فاطميون أو زينبيون؟ هذه المنطقة منطقة السيدة الزينب هي منطقة شعبية في نهاية المطاف وهي مستهدفة من قبل بيس وماشق عمرها سنوات أستاذ محمد قبل 1500 عام 1400 عام لم يهدد مقام السيدة الزينب أحد داعش لم يكن موجود 1400 سنة ولحد الآن الآن هناك تهديد هذا التهديد من القوة التكفيرية والإرهابية أستاذ حسين مضطر أعود إليك بشكل مباشر بعدها إلى الأستاذ عبد الحميد بعدما توسع صدر الأستاذ محمد صديقين لكل هذه الأسئلة أستاذ أحسين مبتسم أنت يعني ما الذي تريد أن تقوله؟ أريد أن أقول شكرا أنه عندي تعليق بسيط أستاذ صدقين يقول أن هذه القوات الإيرانية والروسية جاءت إلى سوريا بطلب من الحكومة الشرعية وهذا مقول القوات الأمريكية جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية الشرعية المنتخبة وإيران تدعو ليل نهار لطرد هذه القوات وتنظم عمليات على هذه القوات إذن هذه القاعدة ليست أطهران لا تحترم هذه القاعدة على مدى هذه الرقعة الجغرافية فقط تعليق بسيط يعني لا تتنظر طيب أستاذ عبد الحميد توفيق يعني كذلك مسألة عزم الحكومة السورية يعني أنت تعرف حتى بيانات جدة وحتى التقارب ما بين دمشق وشقيقاتها العربيات يعني فيه بنت يعني يلامس شغف وفكر الكثير من السوريين مسألة خروج كل القوات من الأراضي السورية إلى أي حد يمكن العمل على هذا الموضوع في المستقبل سواء من جاء براية صفراء أو سوداء أو حمراء أو غيرها كل هذه الرايات لا تبثل أي بند من بنود العنوان السوري في صياغه السياسية والمجتمعية والحزبية والعقائدية بالمطلق هذا أولا ثانيا في البنود التي وردت في جدة وفي خدام القمة العربية وكان قبل اجتماع الرباعي للوزراء الخارجية وكذلك في عمان الرباعي الخماسي والوزراء الخارجية تقدم بند إخراج الميليشيات في الأراضي السورية بالتسمية بالحرف على بند إخراج كامل القوات في مرحلة لاحقة وبالتالي أعتقد بأن الجانب السوري اليوم لا نستطيع أن ننكر أن الحكومة السورية ليس بمقدورها لوحدها فكفت هذه العقدة التي تراكمت وعقدت الواقع السوري بشكل كبير وحقيقة أخذته إلى اتجاهات لم يكن أحد يتوقعها هذا جانب الجانب الآخر الوجود اليوم بالموقف الروسي أيضا الموقف الروسي لا بد من نظر إليه على أنه أيضا موقف مأزوم في أوكرانيا وفي هذه التشعبات التي تحدث في الحرب الروسية الإكرانية وبالتالي هو يريد أن يحدث أي حالة مشاغبة أقول مشاغبة مع الأمريكيين والموجودين على الأرض السورية ولكن هذه كلها حقيقة عنوين طفاضة ربما تصلح للاستثمار السياسي أكثر من أن تكون على أرض الواقع قدرة وإمكانية لإيجاد حال أنا أعتقد بأن المسألة لا تحتاج إلى كل هذه الأمور تحتاج إلى عملية سياسية مدروسة المسألة السورية لم تعد مسألة محلية لم تعد مسألة عربية ولم تعد مسألة إقليمية يا سيدي إنها مسألة داخلية عربية إقليمية ودولية وبالتالي حين تتقاطع هذه المصالح يمكن أن يبدأ المخرج دون مزيد من سفك الدماء ودون مزيد من الاستثمار الرخيص لمثل هكذا قضايا طيب يعني عندما سألت الأستاذ محمد صالح صديقيان يا سيد أندري إلى أي مدى يمكن أن تبقى واشنطن وكذلك طهران تتحاربان بالوكالة على أرض تبعد جغرافيا عن كل البلدين الكثير لا يدفع ثمنها إلا أبناء هذا البلد كذلك روسيا روسيا عندما تريد أن تناكف الولايات المتحدة تريد أن تستخدم الأراضي السورية ليس فقط الأراضي السورية نحن نرى الأحداث في أوكرانيا نحن نرى الأحداث في فنزويل أو قد شاهدنا الأحداث في فنزويل يوجد هناك تصادم غير مباشر سياسي وغير سياسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هذا شيء عادي حتى منذ أيام الاتحاد الصوفيتي تصفية الحسابات في الدولة الثالثة هل لا اخترتم جغرافيا غير سوريا؟ هل لا اخترتم جغرافيا غير سوريا؟ لأن ما فيها يكفيها؟ أني يمكننا نقول بأن سوريا كانت إحدى الدول التي توجد هناك تصادم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن لحتى توجد هناك القوات الأمريكية في سوريا المشاجعة كما قلت لتحركات الانفصالية فطبعا هذا شيء غير المقبول بنسبة لروسيا أما بنسبة لموسكو واضح تماما أن موسكو تصعى لانسحاب وقال ذلك بكل شفافية بأنها مع انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بما في ذلك القوات الروسية إلا القائدتين الأسكريتين في حميمي وطرتوس ولكن الشرط لذلك هو قبل كل شيء يجب أن تنصحب القوات المتواجدة في سوريا بشكل غير شرعي وكذلك نفس الشيء يتعلق بالقوات المتواجدة بشكل شرعي ولكن شرط لذلك هو حل للأزمة السورية حل سياسي للأزمة السورية لن تكون في نهاية المطاف في حل نجد حلا للأزمة السورية لن تكون هناك معنى لبقاء مثل هذا الحجم من القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية على كل حل يمكن أن أقول بكل صراحة أن بقاء القوات بهذا الحجم بهذا العدد الكبير القوات الروسية يحتاج للأموال يحتاج لطرق الجزية ولما هناك فبتبع الحل روسيا تحتام بإنهاء الأزمة السورية بحل الأزمة السورية شكرا جزيلا لكم لتبقى هناك قائدتين العسكريتين وليس أكثر شكرا جزيلا لكم جميعا من موسكو المحل السياسي أندري أنتيكوف ومن ديمشق أشكر الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق ومن طهران أشكر المحل السياسي الأستاذ محمد صالح صادقيان من واشنطن أشكر حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إذن اجتاحت عصيفة رملية وريح شديدة محافظة تسويس في مصر أدت إلى حجب الرؤية لعدة دقائق وإعاقة حركة السير كما أغلق ميناء السويس وزيتيات أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية ترجمة نانسي قنقر إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من ساعة عشرة بعد قليل ساعة ثانية تنتم بخير وعافية نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مراسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد من يمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فلون من ميليشيات القطية فالذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد أنا أترك الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرم هذا المكان لم تصله أدام الميليشيا الحوثية وبقي صابتاً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل أنه كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسركها الجمع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول انقضى اليوم بمشاقه وصراعاته وآن للعالم أن يهدأ لكننا في الواقع لا نهدأ نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث الأحداث لا تهدأ نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا نكون رغم استمرار الخرق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا واشنطن قلق من التهديد الذي يمثله الحرس التوري الإيراني حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت جرينيج على شاشة الحدث التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي ماذا يحدث؟ يقومون بضرب المصور نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان أتمنى أن تكون تسمعين كريستيان الآن تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحكمون السلح من منعكم من التصوير؟ ثلاثة صواريخ وخمسة وعشرين طائرات سبعة وثبتين ضربة بالعجمات الصواريخ حرب المتايرات نتوحة ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات؟ وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في خرسون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دينيبرو نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع ناجد الاستراتيجية الروسية سيبقى كما هو وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهزوم هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تطوير أمي شديد خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكريملي هناك نوع من تضليم في هذه الحرب هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ ترجمة نانسي قنقر المسيران يعلقان محادثات جدة بسبب انتهاكات طرفي الصراع بالسودة والحدث تدخل مطار الخرطوم وترصد حجم الدمار الناتج عن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مفاجأة قضائية في لبنان اتهام أعضاء بحزب الله وحركة أمل بقتل جندي اليونيفي بعد فوزي أردوغان تركيا ترفض تجنيس عشرات الإخوان أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة نفذت واشنطن تهديدها لطرفي الصراع في سودان فاليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات بحق الأطراف التي تمارس العنف في سودان بالتبع وذلك بهدف تجفيف مصادر توميل طرفي نزاع أي الجيش وقوات الدعم السريع مستشار والأمن القومي في البيت الأبيض جاك سيلفان في بيان قال إن عمل العنف في هذا البلد تشكل مأساة ينبغي أن تتوقف مشيراً إلى مواصلة فعل كل ما بوسعهم لمنع طول أمد الصراع وتستهدف القيود على تأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم إضافة إلى مسؤولين سابقين في نظام البشير وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديدة من الشركات السودانية في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح وشركات تدير مناجم الذهب موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكنها اتخاذ هذه الخطوات لتوضيح وجهات النظر حيال أي زعماء يقودون سودان في الاتجاه القاطر في السودان وقف إطلاق النار هشون للغاية هناك مخاطر كبيرة تحيط بالسودانيين وما زلنا بعيدين جدا عن التوصل لهدنة حقيقية وهذا ليس من مصلحة أحد هذا العنف يجب أن يتوقف ونحن نرقب ونعرف أن الطرفي الصراع انتهكا التزاماتهما وهذا لا يجب أن يمضي بدون حساب ننظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطر قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية ضد السودان إذا وصلت الأطراف تدمير بلدها وأشار المسؤول الأمريكي أنه تم تقلق من إطلاق صراح الكثير من فلول نظام عمر البشير خلال العنف وأضف أن ذلك يشكل تأثيرا سلبيا على حل الصراع إلى جانب ذلك قال المسؤول الأمريكي أن أي من طرفي الصراع في السودان لم ينسحب من محادثات السلام في جدها طبعا بيوتنا الحرقة طبعا الحاجات ما كلها طاعة دارين مساعدة دعم السريح حرقنا وضربنا انظر حالتنا خصوا حالتنا شوف حالتنا نور هناك صور هناك بدل قطفلنا عيانين عايزة فسكرة للخاحرة يعني أنا عندي أربع بنات ما عايزة أقعد هنا لأنه ما في ولا في مرتبة ولا في فرشة ولا في أي شيء ولا حتى نعزم نحن في الواطة يعني ما عندنا أي شيء بنا ننوم فيه حالة الصعبة الشديدة دارين نطلع برنا بس لأنه أطفالنا صغار ببيوتنا انتهت تدمرت ما عندنا مقفل وإحنا بنتكلم بس لحد المفروض تتوفر حاليا بس لعلاجات أهم حاجة عندنا ففي أطفال في ناس كبار هنا بتمنى أن تتوفر بس لعلاجات في مشاكل في المراكز أنه هي أكبر مشكلة هي مشكلة الاسترفة السهل في المراكز العربة تقريبا وفي برضو مشكلة الأدوية في ندام للأدوية في المراكز حسب القلمة السميناء ومن المشرفين في المراكز في بيان الخارجية السعودية أعربت السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما من الانتهاكات الجسيمة لوقف النار في السودان أضاف البيان وقلقون من انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع لإعلان جدة معتبرا أن الانتهاكات في السودان أضرت بالمدنيين وبإصال المساعدات لهم وأضاف بمجرد أن تضضح جدية طرفي الصراع سنكون مستعدين لمناقشة الحل التفاوضي كما حثى البيان الطرفية صراع بالسودان على التزام بجدية وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية لحماية المدنيين موسيقى دعا مالك عقار نائب رئيس مجلس السيدة السودانية القوى السياسية للتوحد من أجل وقف الحرب والتي تدور رحاها في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع وذكر بيان نشره المجلس أن عقار يقوم بجهود مكثفة من أجل وقف الحرب في السودان ويناشد القوى السياسية السودانية بالعمل كتفا بكتف مع هذه الجهود وتوحد من أجل الإسراع في إيقاف الحرب في السودان ورفع المعاناة المترتبة عليها عن كاهلي الشعب السوداني موسيقى 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 اشتركوا في القناة من واشنطن انضم الينا توم وارك زميل اول في المجلس الاطلسي مرحبا بك سيد توم ماذا يعني تراجع الولايات المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية عن مسألة تسيير هذه المحادثات يعني موقف واشنطن مرتبط بماذا يعني مزيد من انتهاكات وبالتالي ما عاد مجديا البقاء هذه حرب والضحايا هم من المدنيين من المدنيين الابرياء وكهؤلاء المدنيون الذين عبروا عن دعمهم لإقامة حكم ديمقراطي لكن كل من الفرقاء المتحاربين يخشون من ملكية الطرف الثاني وحصولها على القوة هذا صراع وجودي لقد بذلت جهود كثيرة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة للوساطة في وقف إطلاق النار على أمل إعادة السلم والعمل على دفع الطرفين للمفاوضات لكن ما نراه أن حالة إحباط كبيرة بدت تسود لأن هناك أكثر من سبع هدى قد تم خرقها من قبل الطرفين في أوقات مختلفة والعلي قد فقدت معرفة العدد الحقيقي لهذه الهدى الأعلان الذي صدر عن الوزير بلينكين اليوم بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بمعاقبة بعض المسؤولين والذين يقومون بهذه الانتهاكات قد تكون بمثابة اندار وسوف يتم اتخاذ تدابير إضافية إن لم يلتزم كل من الطرفين بهذه الإجراءات والهدى التي تم الاتفاق عليها سابقا طيب تعليق الولايات المتحدة مسألة مشاركتها في تسيير الحوار بين الطرفين إلى أي حد من الممكن أن يدفع الجيش وقوات الدعم السريع للتفكير في الخطوة المقبلة سيد توم الفرائق المتحاربة كل منها يسعى لكسب السلطة ولا يمكن للولايات المتحدة أن تكون طرفا في الوقوف خلف أي من فوز هؤلاء الطرفين ولهذا فأفقد أهاب الوزير بلينكين بالطرفين بالعودة لطاولة المفاوضات لكن نظرا لحالة التي نراها والمخاطر الكبيرة المرتفعة على خلفية ما نجده فإن الفرقاء المتحاربة لم ينفذوا الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالهدن الأمل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى أن تبسط نفوذا على الطرفين المتحاربين لوقف هذه الحرف ووقف معاناة الشعب السوداني طيب مسألة فرض العقوبات هل ستأتي بنتائج من الممكن أن توقف هذه الحرب خاصة مع معاقبة الولايات المتحدة لنظام سبق منهم في الحكم الآن مدة ثلاثين عاما ولم يتحرك ولم يسقط إلا من خلال السودانيين هذا يظهر القيود التي تتعلق بالعقوبات التي يمكن للولايات المتحدة أن تفرضها وما ذكره الوزير بلينكون وكبار المستشارين من خلال محادثات مع دول لديها نفوذ على الوضع فهم يرون بأنه لا بد من فرض عقوبات مماثلة التي قد تكون لها نتائج خطيرة لكن فلنكن صريحين لا يوجد للولايات المتحدة الكثير لتفعله في السودان من قبيل العقوبات لكن إذا ما أقدمت دول أخرى على دعم وقف إطلاق النار نأمل أن هذه الأمور مجتمعة سوف تفرض نوعا من النفوذ على مؤيدي تلك الحرب وإعادة الأطراف المتحاربة لطاولة المفاوضات وإنهاء عملية التحارب وضعت واشنطن أولوية لديها فيما يخص الجانب السوداني أو الملف السوداني بأن يصل الحكم إلى المدنيين هل من خطوات غير العقوبات من أجل الوصول إلى هذا الهدف سيدة؟ نعم في الفترة الحالية القوات العسكرية على الأرض ستسبب بالأذية لآلاف المدنيين ونعلم أن هناك أعداد كبيرة من القتلى والجرحة فهذه ليست بحرب في ميدان معركة بل هي قوات عسكرية تفتقر إلى التدريب وتستهدف المدنيين بدلا من أن تستيط من أجل الحصول على السيطرة في الخرطوم وبعض المناطق الأخرى في السودان لذا الأمل يحدون بأن تلك العقوبات قد يكون لها بعض الأثر مما سوف يحدو بدول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدفع الأطراف المتحاربة للتوقف والأمل معقود على أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعلان اليوم يرمى منه أن الولايات المتحدة وجد وأن تصريحاتها سوف يضاها بتصريحات من السعودية ودول أخرى لوقف القتال الموقف الأمريكي يتناسب طرداً مع ما تبحث عنه روسيا في السودان بمعنى أنه كلما شعرت واشنطن بأن موسكو والرئيس فلاديمير بوتين يريدوا نفوذاً أكثر في هذا البلد تحركت بشكل أسرع وأكبر روسيا لديها قوات شبه عسكرية تدعى قوات فيغنر وهم جملة من المرتزقة يحاربون لمن يدفع لهم الثمن الأكبر ولديهم حضور في مجموعة من العواصم الأفريقية وفي حالات كثيرة فإنهم قد يقومون بعمليات من أجل تحقيق المزيد من الأموال وهذا ليس الاستمرار لمكينة بوتين التي تقتل الآلاف من المدنيين والأبرياء في أوكرانيا إن مجموعة بيغنر تدعم قوات الدعم السريع على أمل أن تقوم بالسيطرة على الموارد الطبيعية في السودان الولايات المتحدة والسعودية ومصر وغيرها من الدول الأخرى يجب أن تشعر ببالغ القلق لأن مصادر سوداني يجب أن تعود بالنفع على الشعب السوداني وليس لمصلحة بعض قيادات الحروب في موسكو شكرا جزيلا لك من واشنطن توم واكزمي الأول في المجلس الأطلسي التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يجدد التزامه بمنع إيران امتلاك قنبلة نووية أعلن الإطار التنسيقي تفويد رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني باختيار الوزارات تقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديدا ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديدا على الإطار التنسيقي هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف حزم معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغب أن يتجاوز محمد شيع السوداني عقبت تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار الانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهدا تشكيل خبرا تصنع حدثا أهلا بكم من جديد قالت الوكالة الوطنية للإعلان في لبنان أن وحدات من الجيش في منطقة جنوب الليطاني دخلت في حال تاهوبن واتخذت مواقع قتالية ردا على تهديدات من الجيش الإسرائيلي بإزالة خيمة نصبت على الخط الحدودي يأتي ذلك بالتزامن مع منورات عسكرية واسعة نطاق تبقي إسرائيل على حال تأهب على الجبهة الشمالية بشقيها اللبناني والسوري وصد تحذيرات من المستوى الأمني الإسرائيلي ومن إمكان لجوء حزب الله إلى تكرار عمليات حدودية تقود إلى مواجهة عسكرية كبيرة فيما يرى مراقبون أن حظوظ ذلك تبقى منخفضة ويربط مراقبون عودة الاستعداد إلى التصعيد المحتمل على جانبي الجبهة الشمالية يعود إلى تطورات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية حول البرنامج النووي نحن هنا على الحدود الشمالية مع لبنان بالتزامن مع منورات عسكرية إسرائيلية تحاكي اندلاع حرب متعددة الجبهات فإن الجيش الإسرائيلي يبقي على حال تأهب قصوى على الجبهة الشمالية مع لبنان وقد أخبر سكان البلدات والمستوطنات الحدودية بإمكان أن تندلح حرب قريبا وضرورة إجلاء السكان منها رغم أن المراقبين يستبعدون حدوث ذلك قريبا لكن الجيش الإسرائيلي يواصل التدريبات والتهديدات بإمكان اندلاع مواجهة مع حزب الله وهنا أيضا داخل مزارع شبعة المحتلة يسود التوتر شديد بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني بسبب حفر إسرائيل لخنادق في تلك المنطقة لكن الصورة تبقى أعقدة وأكثر تركيبا بكثير إسرائيل تتحرك وكأن الحرب على الأبواب لأنها تدعي بأن إيران توشك على إخفاء البرنامج النووي الإيراني بعمق كبير تحت الجبال بحيث يصبح منيعا وحصينا أمام الضربات حتى أمام القنابل الذكية الخارقة للتحصينات الأمريكية ما يعني أن هذه العملية العسكرية يجب أن تكون سريعة وهند التفكير بذلك يتم التفكير بإمكان أن تندلع حرب شاملة على الجبال الشمالية زياد حلبي الحدث محيط مزارة شبع إلى لبنان حيث اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله أحد هؤلاء العناصر موقوفهم بجرم القتل العمد والاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفل في جنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل جندياً إيرلندي وفق ما أفد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس القرار العسكري أحال المتهمين إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم كما سلم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي سوان نسخة من القرار التهمي إلى قوة اليونيفل مؤكداً أنه فعل عناصر حزب الله ومن ضمنهم الموقوف محمد عياد ومن ضمنهم أربعة آخرون تنطبق عليهم الفقر الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبة اللبناني والتي تنص على أن ارتكاب جرم على موظف رسمي أثناء آدائه عمله يعاقب عليه بالقانون بالإعدام وقتل الجندي الإيرلندي شارروني وأصيب ثلاثة من زمنائه بجروح في الرابع عشر من ديسمبر الماضي خلال حادثة تخلى لها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوب اللبنان وفي أول رد فعل أعلن اليونيفل أن الاتهام خطوة مهمة نحو العدالة دعياً لمواصلة الحمل على محاسبة جميع الجنات المتورطين من مدينة طرابلس شمال اللبنان ينضم إلينا وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي مرحباً بك سيادة اللواء أسألك في البداية فيما إذا كان بالفعل يمكن تسليم من اتهموا اليوم من أشارت التقارير على أنهم تورطوا من خبل القضاء اللبناني مساء الخير مساء نور لا شك من القضايا النادرة أن يجرؤ القضاء العسكري إلى اتهام عناصر من حزب الله خمس عناصر بالاعتداء على دورية اليونيفل استى وجودها بمسرح العمل قوات اليونيفل في موقوف أكيد وفي أربعة فارين نادرة ما حزب الله حقيقة بكل أسف أنه كذلك الأمر أن يسلم المتهم بدام القضاء سواء كان عسكري أو كان استنافي أو مدني أو عدلي بالمقابل الكلمة نعرف تماما حقيقة أن المتهمون باغتيال الشهيد رفيق الحريري لم يسلم أحد بس بالعكس كان هناك لغة واقحة من حزب الله بأنه اعتبارهم قديسين واعتبارهم أنه أبطال يستحقون للتهنئة والترحيب والإحاطة كان يضرب بعرض الحائط إذا بدك الوضع اللبناني أو مصلحة لبنان وكذلك الأمر الشراكة الوطنية ونعرف تماما آخر شيء بالنهاية حزب الله حكما برجع بقول اليوم كانت خطوة نوعية جديدة في سجل المحكم العسكرية أن يجرؤ قاضي على اتهام حزب الله مباشرة برجع بأكد تماما هناك متهم موقوف وهناك متهمون غير موقوفين بالوقت الحاضر وأشك أن يسلمهم حزب الله أو تجرؤ الدولة اللبنانية على ملاحقتهم أو مدهمتهم في أماكن وجودهم طيب يعني مسألة التوجيه توجيه الاتهام من القضاء العسكري لعناصر من حزب الله من وجهة نظرك سيادة اللواء وأنت كذلك كنت وزير العدل عناصر القوة فيه المنظومة الموجودة حاليا أو أن الجرم للعيان موجود هناك شهود وبالتالي ما من طريقة للهروب إلى الخلف لا شك هناك نوع من الانكسار لهيبة ورهبة حزب الله دعونا نكون واقعيين مبدئين آخر شيء نعم اللبنانيون كسروا هيبة ووكار حزب الله لدرجة أنه اضطر نطيج ضغط الرأي العام بشكل أساسي ومتابعة الجيش اللبناني بشكل كذلك الأمر أساسي إلى حكما الاعتراف وتسليم على الأقل واحد مبدئيا وهناك حكما تجرأ القضاء العسكري اللي هو مش تابع على وزارة العدل تابع على وزارة الدفاع تجرأ من المرات النادرة أن يتجرأ لاتهم عناصر من حزب الله حكما أنا هون أسني على موقف المحاقق أو القاضي التحقيق الفدي صوان اللي كان محاقق عدلي أول بإصد جريمة المرفى أنه حكما سمى الأمور بأسماء حدد الأسماء وكل اللبنانيين يعرفوا أنه منها هوليان تمول لحزب الله هل أد المشهد كان ظاهر للعيان لدرجة أن حزب الله لم يكن قادر أن يستنكر أو لم يكن قادر أن يواجه هذا الرأي العام الضاغط اللبناني الذي يريد فعلا تقدير بإيجابية دور قوة اليونيفيل في جنود تركوا بلادهم للمساهمة في حماية الجنوب اللبناني اتجاه العدو الإسرائيلي لا يجوز أن يرمى إلا بورده فقط لغير هناك من أطلق النار عليه بشكل صائب ونال منه مقتل وما كانت الرصاصة الأولى اليوم كانوا بسيارات مصفحة الإزاز كان مصفح ضرب بمعاول ومطارك لدرجة أنه نكسر الإزاز واختركت الرصاصة داخل السيارة وأصابت الجندي يعني الظرف السياسي هو خدم التحقيق سيادة اللواء بمعنى أن اللبنانيين في هذا الوصف ضرب الرأي العام أكثر ما هو السياسي الطبقة السياسية الحالية بكل أسف هي عبارة عن دمى بخدمة حزب الله الرأي العام اللبناني الذي تغير منذ انتخابات النيابية الأخيرة كنا نأمل إذا بدك بيه تغيير شامل لم يكن تغييرا شاملا إنما تغييرا يكفي أن يتجرأ اللبنانيون على اتهام حزب الله وعلى مواجد حزب الله وعلى ضرب هيبة ووقار حزب الله واليوم كلنا منعرف تماما الحياة هذه المرة كانت تكون المرة الأولى أو الوحيدة على مستوى القضاء اللبناني أن يتسمى الأمور بأسماء بالنسبة لحزب الله بكل أسف الحياة بزمانات قتل محسن سلمان حد الصفارة الإيرانية بشكل سافر وواضح كل الكاميرات لم يجرؤ القضاء اللبناني على اتهام أحد من هي من القتل أو من المجرمين نهائيا من حزب الله كيف كانت طريقة التعامل مع الملفات التي تصل إلى وزارة العدل سيادة الوزير يعني نذكر كي لا يكون الكلام فقط بعطيك مثال اللبنانيون يعلمون حكما كافية عامل حزب الله حزب الله كان حكما متهم باغتيار رفيق الحريري الله يرحمه كنا نتهم لحنا كنا قامين بالتحيي أنه بالنهاية لحنا غير موضوعيين ولحنا نستهدف حزب الله ولحنا عملاء للسفرات عملاء للعدو الإسرائيلي يعني لم يبقى اتهام اللي ما تهمنا فيه اليوم كذلك الأمر بقصة نيترات الأمون اللي مرفأ بيروت مبدئيا كلنا منعرف تماما حاطت طيونة عين رمانة افتعل حزب الله حكما ليضحي بعدد من شبابه حكما لإلغاء التحقيق وعدم إكمال التحقيق تهم المحقق العدلي الأول وبالنهي أزحوه عن مهمته كذلك الأمر حالي المحقق العدلي الثاني اللي عنده إذا بكل نزاهة وكل شجاعة وجرأة كذلك الأمر أحاطه لدرجة أنه حتى إذا بدأك أحد مسؤولي حزب الله يدخل إلى قصر العدل بكل وقاحة وينقل اتهاما واضحا للمحقق العدلي ولم تجرأ الدولة اللبنانية إلا على إجراء إذا بدأك تحقيق شكلي لم يؤدي إلى شيء نهائيا بإذا بك ورقة وألم بالأدراج فقط لغير المعذرة بين قوسين هذا السؤال سيادة اللواء مسألة الضحية إلى أي حد كذلك هناك تركيز عندما قتل جندي من اليونفل وهو إيرلندي في مناطق يسيطر عليها تم الكشف وتم الحكم وتم توجيه كل هذه الأدلة بينما لقمان سليم مثلا حتى الآن هل كذلك مسألة الضحية تلعب دورا في مسألة الوصول إلى الحقيقة؟ من هي الضحية أقصد؟ لا شك حكما الضحية تلعب دور أكيد أكيد أنه بالنهاية فيني العامل الأساسي هو حكما تجرأ الرأي العامل لبناني على الكلام الواضح باتجاه حزب الله ومسؤولية حزب الله بهذه الجرائم واليوم حكما كلما تقدمنا يوم إضافي إلى الأمام مبدئيا حكما تكسر هيبة حزب الله ورهبة حزب الله والخوف من حزب الله لدرجة أنه بالنهاية هو بحالة تراجع قدام الرأي العامل لبناني حكما الكل يتعرف تماما أن لوكمان السليم له كل احترام عند اللبنانيين الأحرار السيادي إنما الرأي العام لم يكن بعد هالأد تجرأ أو كون هالأد قوة ضغط باتجاه أن يجرؤ القضاء اللبناني على اتهام حزب الله لا زالت بكل أسف قضية أو ملف المرحوم الشهيد لوكمان السليم تقريبا بالمغفر المحلي اللي هو عاجل عن النسبة ولو جريمة صرقة صغيرة ويمنح حزب الله أن تنقل التحقيقات إلى بيروت مع قطعات عندها كفاءة عالية جدا وعندها إمكانيات مثل شعبة المعلومات أو مثل مخابرة الجيش طيب اليوني في الرد وقال بأن الاتهام هو خطوة مهمة نحو العدالة يعني الموقف هذا كيف يمكن أن يساعد بالفعل القضاء اللبناني على ضبط الجميع والوصول إلى الجميع الذين شاركوا بهذه العملية لا تشك اليونيفيل هنا يعني معنيون الأول بإصدتها الجريمة لأنه هذا جندي ضمن إطار اليونيفيل وكل اللبنانيين السيادين والأحرار من معنيين كذلك الأمر بهذه القضية لأنه هذا هو وقت الذي يأتي يساهم بأمن جنوب لبنان بأمن جزء من الأرض اللبنانية أنا برأي اللبنانيون الشرفاء يقدرون هذا العمل ويحاولون يدنون أي استهداف أو أي إذا بدك سيتعرض لليونيفيل مبدئيا حكما للأمان إذا بدك هناك تقدير جيد عند الشعب اللبناني واليوم الشعب اللبناني يتجرأ يراكم أكتر وأكتر ضغطه وإمكانياته على القضاء اللبناني وعلى الأمن اللبناني حكما يجري تحقيقات مع عناصر حزب الله ومناصرية حزب الله كما يجريها مع الآخرين لأنه ليس بصف حزب الله هناك من يتجرأ في القضاء اللبناني على إذانة أي إنسان خارج إطار حزب الله ولا يتجرأ اليوم حكما للأمان أنه قدر عاليا الجرأة التي كانت عند قاضي التحقيق ونأمل أن المحكمة العسكرية التي سينقل التحقيق من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية أن يقبل القضاء العسكري أو المحكمة العسكرية إذانة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بدون أن نكون حرة عشي أغلب اللبنانيين يعلمون الحقيقة في كافة الجرائم لاستهدفة أخصام حزب الله إنما بالنهي القضاء لم يكن يتجرأ سابقا اليوم قد تكون هذه فاتحة أولى وفاتحة أساسية حكما لتجرأ القضاء بهذا الاتجاه شكرا جزيلا لك من مدينة طرابلس شمال اللبنان وزير العدل السابق وعن نأب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيلي كوهين تقريرا صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذهرية بشأن البرنامج النووي الإيراني أفقا لما ذكره تلفزيون أي 24 نيوز وقال كوهين إن الوكالة الدولية تردخ للضغط السياسي الإيراني كما قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لأرى حيات إن أعلن الوكالة تسوية قضية موقع مريون النووي الإيراني هو أمر يثير القلق وهو مخيب للأمال محتبرا أن التفسيرات التي قدمتها طهران بشأن وجود مواد نووية في الموقع غير موثوقة أو ممكنة تقنيا وأضاف أن إيران تواصل الكذبة على الوكالة الدولية للطاقة الذهرية وأخذ دعا المجتمع الدولي أسمع كل ما ينشر بخصوص إيران لذلك لذي رسالة واضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي إسرائيل ستفعل كل ما يجب أن تقوم به لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية حذر المستشار الإعلامي في برلماني إقليم كردستان عراق طارق الجهر من أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بعدم دستورية قانون تمديد دورة برلمان الأقليم الحالية سيخلق فراغا قانونيا ودستوريا كبيرا ويؤدي إلى شلل المؤسسة التشريعية في الأقليم وقال من أن حيات الدستورية لم يعد هناك برلمان في الأقليم والحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى رئاسة الأقليم ستتأثر بهذا القرار كما بات باتت كل المؤسسات خارج نطاق العمل الدستوري والقانوني أكد نائب رئيسي من مجلس الوزراء وزير الخارجي العراقي فهد حسين أن موازنة العراق للعام الحالي تضمنت مبالغ كبيرة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وكذلك الخدمية وأوضح أن العراق بصدد إقرار قانون الموازنة للعام الحالي والتي تضمنت تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في الداخل العراق وهو الهدف الأساسي الذي وضعته الحكومة الحالية أزمة أقليم كردستان والخلافات حول الموازنة الاتحادية بين جميع القوى السياسية يبدو أنها ستعرق لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين بغداد وأربيل من جهة والقوى السياسية الأخرى الشريكة في العملية السياسية وتحالف دارة الدولة من جهة أخرى في أبريل الماضي اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان على تصدير النفط من الأقليم والحصة من الموازنة الاتحادية ونصر اتفاق على عدة نقاط من أبرزها تكون عمليات إنتاج النفط بإدارة أقليم كردستان ويصدر الأقليم ما لا يقل عن خمسمائة ألف برميل يوميا من خلال شركة سومو وبإشرافها وتشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية لمراقبة عملية تصدير النفط من كردستان ووضع عائدات نفط الأقليم في حساب مصرفي خاص برئاسة وزراء أقليم كردستان وهي التي تمتلك حق التصرف تحت رقابة الحكومة الاتحادية إلا أن اللجنة المالية في البرلمان أجرت تعديلات جوهرية على الاتفاق الذي أفرغ من محتوىه وما تسبب بافتعال أزمة مع الأقليم اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي تضم أربعة وعشرين عضواً عشرة منهم من قوى الإطار التنسيقي وستة من حلفاء الإطار من تحالف عزم والقوى الكردستانية أربعة أعضاء من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وعضواني مستقلاني ووفق لهذه التركيبة في اللجنة المالية عمل نواب الإطار التنسيقي وحلفائهم من الحزاب الكردية المعارضة للحزب الديمقراطي على إجراء تعديلات وفقاً للآتي تم إجراء تعديل على المادة الثالثة عشرة من قانون موازنة تلزم أقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن خمسمائة ألف برميل يومياً لوزارة النفط وليس القيام بتصديرها يتم لاحقاً تصديرها عبر شركة سومو أو استخدامها محلياً وبهذا التعديل يحرم الأقليم من تصدير النفط كما أجرت اللجنة المالية تعديلاً كذلك على مستحقات الأقليم من خلال إلزام الأقليم أو الأقليم بتسليم الإرادات النفطية قبل أن يتسلم حصته من الموازنة وعدم إلزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الأقليم شهرياً بحسب الاتفاق مع الحكومة الاتحادية مؤخراً وألغت صلاحية رئيس الوزراء وزراء أقليم كردستان بالتصرف بالإرادات ووضعت هذه الإرادات تحت التصرف وزير المالي الاتحادي من بغداد ينضم إلينا الدكتور علي التميمي الحقوقي والخبير القانوني لمناقشة الملف العراقي ومسألة النزاع ما بين أربيل و بغداد وما جرى مؤخراً مرحباً بك يا دكتور علي يقال ما في الداخل العراقي ضمن الحكومة الاتحادية لا علاقة لرئيس الحكومة محمد شيع السوداني فيه تجاه أربيل بقدر ما هو تحريك من قوى الإطار تجاه الحزب الديموقراطي الكردستاني إلى أي حد بالفعل ما تم اتخاذه من المحكمة الاتحادية أو من الحكومة الاتحادية باتجاه أربيل هو قانوني نعم بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أخي أستاذ حسين وأستاذ المشاهدين أهلاً دكتور طبعاً بالتأكيد أهلاً بك أستاذ حسين جنبة في هذا الموضوع الجنبة الأولى تتعلق بقرار البحكمة الاتحادية التي اتخذتها التي هو رقم 233 وموحدة يوم 35 المتعلق بعدم دستورية تمديد برلمان أقليب كردستان بعد يوم 6 دعش 2022 واحتبرت المحكمة كل القرارات التي اتخذت من هذا التاريخ إلى صدور القرار باطلة وغير صحيحة وتحولت حكومة الأقليب إلى حكومة تصريف أمور يومية يعني غير مكتملة الصلاحية لا يحق لها عقد الاتفاقيات لا يحق لها تشريع القوانين اتخاذ القرارات التوظيف هذا قرار البحكمة جاء بناء على دعوة من أربع مدعين من أحزاب كردية في السليمانية والبحكمة اتخذت قرارها بناء على الأسس الدستورية لأن تعرف حضرتك أستاذ حسين أنه التفويض الشعبي الإرادة الشعبية التي أعطت لهذا البرلمان صلاحية العمل لمدة محددة انتهت المدة فمن أعطى هذا الحق هو الشعب طبعا المحكمة استندت إلى مواد في الدستور الاتحادي هي المادة واحد والمادة ستة المادة خمسة المادة عشرين هذا من ناحية قرار المحكمة الاتحادية اللي هو باد وملزم للسلطات كافة حتى في الاقليم أما بالنسبة للموازنة العامة والخلاف حول المادة 13 و 14 تعرف حضرتك الموازنة وفي قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ستة عام 2019 هو يمر بمراحل يعني يأتي من مجلس الوزراء من وزارة المالية العفو يأتي إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الوزراء يحول إلى البرلمان البرلمان حول رئاسة البرلمان اللجنة المالية تناقش طبعا اللجنة المالية ولكن دكتور علي إذا سمحت لي إذا سمحت لي كذلك أربيل تقول بأنه لا يمكن للجنة المالية داخل البرلمان أن تجري تعديلات على مشروع صدر إليها من رئاسة الحكومة صحيح صحيح هذا أتفق معه لأنه أكو قرار للبحكة بالاتحادية رقم 35 منعت يعني إجراء يعني الإجراءات المالية المالية لكن المادة 62 من الدستور أتاحت المناقلة ليش أستاذ حسين لأنه أكو قرار للبحكة بالاتحادية رقم 59 ألغى ألغى العقود ألغى قانون أقليب كردستان للنفط والغاز رقم 22 اللي عمل فيه 7 حصر هذا القرار السابق رقم 59 كل تصدير النفط عن طريق شركة سومو أولا وأيضا أوجب على أقليب كردستان أن تسمح للجهات الرقابية ديوار رقابة المالية بالإطلاع على العقود وبأثر رجعي هذا طبعا هنا هنا اللجنة المالية التزمت بهذا القرار ليش لأنه صيغة القرار اللي جاءت من الحكومة ماذا تقول تقول أن أقليب كردستان يتصرف هو الذي يقوم بالتصدير في حين اللجنة المالية عدلت قالت لك لا لا يجوز أن يكون هو الذي يقوم بالتصدير يجب أن يكون على طريق شركة سومو وزارة النفط أيضا مثل ما تفضلت تسليم المال الشهري أو نصف السنوي لا يمكن أن يكون قبله أنه تسدد الأربعمائة ألف برميل مع ممكن أن تسدد ثم بعد ذلك أخذ المال أيضا المصرف المصرف الذي تودع به الأموال اللجنة المالية قالت في مصرف الرافدين الحكومي في حين أنه في أقليب كردستان يريدون في سيتي بانك اللي هو مصرف يعني بعيد عن الجهة الحكومية هذه التعديلات آني برأيي يعني لا تمس القانون أو الدستور وإنما هي مناقلات تنظيمية شكرا لا ترفع بالأموال الممنوع هو أن ترفع الأموال لا أن تعدل في الإجراءات شكرا جزيلا لك من بغداد الدكتور علي التميمي الحقوقي والخبير القانوني التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا تركيا تصفع الأخوان وترفض منح جنسيتها لقيادات التنظيم يبدأ الليبيون من جديد ملثا ليبيا ليتفاوضوا عليه هنا في دواحي العاصمة المغربية الرباط الحكومة غير موجودة ولا تعمل في شيء منذ نيلها ثقة من مجلس النواب هل بمت تنسيق هذه الخطوة على وجه التحديد في إيقاف فتح بأشارة عن العمل الإشكالية التي نعاني منها كلها هو عدم وجود دستور للبلاد هل الوقت مناسب لتشكيل الحكومة الوحدة المكلفة بقيادة مرحلة مقابل الانتخابات؟ أعتقد أن لا يوجد ممنع من تشكيل حكومة والإجرافة العملية الانتخابية لا شك أن الأهداف المرجوة في إعادة بناء الدولة إدارياً وإتصادياً هو الخلاف يتعلق بحفتر وبسيف الإسلام مسألة أن الانتخابات تتأجل ستتأجل إلى متى؟ تستمر هذا الحال على ما هو عليه قال ما أن هناك قوة هنا وهناك هل ممكن مجلس الدولة يتنازل عما تمسك به سابقاً؟ الآن الأمور تثير وفق نظرية الأمر الواقع يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث؟ وكيف حدث؟ أهلاً بكم من جديد ضمن أردوغان عهدة جديدة بالتزامن مع عودة الدفئ لعلاقاته مع القاهرة مهد هذا التحول إلى خطوة غير مسبوقة تتعلق برفض أنقرة تجنيس الأخوان ليس هذا فحسب فأنقرة تدرس إعادة النظر في قانونية من حصل سابقاً على الجنسية التركية لوجود شكوك بتزوير الأوراق المقدمة قرار مثل هذا إن حصل هو من وجهة نظر مراقبين سيحشر الأخوان في زاوية ضيقة ويحد من حرية نشاطهم في تركيا كما في دول أوروبية أخرى صحيح أن وضع الأخوان في تركيا لم يتغير عما كان عليه لكن رفض أنقرة منح الجنسية للأخوان هو دليل واضح على أن أنقرة تتجه إلى مراجعة سياساتها إزاء هذا الملف ولطرما كان ملف الأخوان حجر عثرة في طريق العلاقات التركية المصرية وعودتها إلى الشكل الصحيح ربما كان نقطة خلاف دائما في علاقة أنقرة بالقاهرة على مدار السنوات وعلى ما يبدو أن تركيا مستعدة على الأقل الحد من نشاط الأخوان إذا كان ذلك يعود عليها بالنفع سياسياً واقتصادياً مع الدول العربية بينها مصر ومضى تركيا في هذا الاتجاه برفضها مؤخراً منح الجنسية لإعلاميين من الأخوان بينهم حسان حسام الغمري وهشام عبد الله وأيتم أبو خليل وأعماد البحيري وأحمد عبده النتيجة لهذا التحول اللافت توجه عدد من إعلامي التنظيم ممن يعملون في قناة وطن بالصنبول إلى بريطانيا للعمل في قناة الشعوب التابعة للتنظيم كما كشفت معلومات عن وجود فساد داخل رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج بتسهيلها حصول إعلامي الأخوان على الجنسية التركية بطرق غير قانونية وبعد هذه الخطوة لا يستبعد مراقبون أن تتجه أنقرة نحو خطوات أكثر جرأة كتسليم القاهرة عناصر وقيادات الأخوان المتورطين في جراء مرهابية في مصر من القاهرة ينضم إلينا ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة مرحبا بك أستاذ ماهر هذه الخطوة ما تفسيرها؟ أهلا وسهلا فيك ما تفسير خطوة أنقرة هذه؟ بعد التحية طبعا يسبق هذه الخطوة طبعا الحديث الذي قرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتهنيته للرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية هناك بكل تأكيد خطوات ومباحثات كثيرة جرت يعني ما بين تركيا مع النظام المصري وكان المباحثات الكبيرة جدا بين وزيري الخارجية يعني هي خير دليل على ذلك طبعا مصر لها متطلبات وطلبات على رأسها طبعا تسليم عناصر هاربة تحديدا الأهم في هذه العناصر ليس كل عناصر الإخوان لكن عناصر المطلوبة في قضايا عنف وارهاب مثل مثلا قضية اختيال النقب العام وعلى عالي السماحي وغيرين من الشخصيات الأخرى المتورطة حقيقة في الارهاب وفي عمليات العنف المسلح مع وقف عمليات التحريض والاستقطابات والتجنيد والتمولات للجامعات الارهابية وغيرها من هذه الأطرابات أعتقد أن هناك تقدم يجري نوعا ما في هذه المسألة أما من ناحية ما ورد من ناحية التجنيز أو رفض تركيا إعطاء جنسيات لقيادات الإخوان ومنهم مثلا على سبيل المثال وجد غنيم الذي خرق في فيديو أمس الأول وتحدث عن هذا بوضوح هو أنهم رفضوا إعطاه الجنسية التركية لكنهم يعني يبقونه داخل الأوراد التركية يعني كإقامة لكنهم رفضوا إعطاه الجنسية هناك شخصيات كثيرة جدا داخل الإخوان لم تحصل على الجنسية ومنهم إعلاميون كبار داخل جماعة الإخوان والسبب أن النظام التركي يقسم عناصر الإخوان إلى فئات يعني هناك الفئة التابعة للكماليين والمجموعة محمود حسين المجموعة الأخرى التابعة لصلاح حد الحق هذا من ناحية المجموعات من ناحية المجموع عالف وبه وجيم هناك عناصر معينة تعطى الجنسيات وهي في الغالب يعني تابعة المجموعة محمود حسين مقربين كانوا من ياسين أقطاي والمستشارين الرئيس أردوغان المقربين من جماعة الإخوان المسلمين وهنا حدث الفساد وهنا حدثت الصراعات وهنا حدثت مشاكل كثيرة جدا تحدث عنها حمزة زوبع من قبل وهو حينما كان يتولى في فترة من الفترات رئاسة رابطة المصريين بالخارج وحينما كانوا يقدمون شخصيات معينة من الإخوان مقربة من محمود حسين للحصول على الجنسية دون شخصيات أخرى دون شخصيات أخرى وهذا أصار مشكلات كثيرة جدا داخل الرابطة رابطة الإعلامين التي كان يقودها حمزة زوبع شكرا جزيلا لك الوقت دهمنا يا أستاذ ماهر من القاهرة الأستاذ ماهر فرغلي البحث في شؤون الجماعات المتطرفة بكلامك نأتي إلى نهاية الساعة الثانية من التاسعة عشرة نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة بعد قليل تلتقيكم زميلة رشا دلول في نشرة مفصلة بساعتين تتناولان ملفات عدة دمتم بخير وعافية إلى اللقاء وانا مضيط الزواجة انحب نفسي على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله المسلمين اشتركوا في القناة المتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر